سورة البقرة وقصة بقرة بني إسرائيل الجزء الأول عودة أمة مستهزئة بعهد الله إلى الحياة الآية 67 وإذ قال موسى لقومه إن لها يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين بيّنت الآيات السابقة أن الخلافة الكونية تشترط أن تخاف الأمة على عهد الله كما تخاف على فقدان حياتها وعواقب الاعتداء المتكرر المتعمد والمخادع على عهد الله والخزي العظيم بالمسخ القردي لمن يفعل ذلك بيّن الله في الآيات السابقة الطريقة للحرية والطريق للعبودية فبعد كل التذبذبات السابقة بين الإيفاء بعهد الله وعدم الإيفاء به التي حولها الله تعالى إلى ذبذبات حياة وموت ونجاح وفشل يتوج الله ذلك بالقصة الكونية للبقرة عند الله تعالى طرق كثيرة للاستهزاء بمن يستهزئ بعهده فالله خلق علما فطريا لتوحيد وتطوير المجتمع البشري ومن يراهن على علم آخر من عنده اعتقادا منه بذكائه الذاتي وحياته الذاتية التنظيم فسوف يتذوق مرارة الاستهزاء بقوانين الله شاء أم أبا وسوف يعود إليها صاغرا ويتمنى بإخلاص لو أنه أطاعها منذ البداية لأنه سيكتشف بالطريقة الصعبة والمكلفة أن تلك الطريقة تنتهي بالندامة وقد يدفع جزءا من حياته أو حياته كلها ثمنا لها هذه هي الحال بالنسبة للإنسان المخير فاذا لم يأتي الله طوعا فسيأتيه كرها فعندما خاطب الله السماوات والأرض فقال لها وللأرض ائتي طوعا أو كرها استجابت بقولها قالت أتينا طائعين لقد كانت السماوات والأرض عاقلة منذ البداية لتستسلم لقوانين الله منذ بدء الخليقة لتصبح على ما هي عليه اليوم من كواكب ونجوم وأنظمة شمسية ومجرات تتحرك وتتطور حركتها وفقا لقوانين الله وقصة البقرة هي قصة لتوحيد وتطوير الحياة الطبيعية للمجتمع البشري إذا عقلناها وطبقناها وسرنا على هداها بناء على القوانين الفطرية التي يسير الله بها الكائنات الحية فلن نحتاج إلى مركزية تطوير المجتمع البشري الإلحادية الظلامية ولا القومية التعصبية لهتلر التي دمرت العالم ولا العبودية للربامالية ولا نحتاج إلى الاقتتال على من قتل علي بن أبي طالب وتجريم مسلم الحاضر على ما حدث في الماضي بل نحتاج إلى عقلنة قصص الله في رسالته القرآنية الكونية واستخراج العلم الإلهي والحكمة منها ثم بناء الأمة الإسلامية المؤمنة على هذا العلم الذي يجلب الحياة والتطوير والسلام للمجتمع الإيماني وهذا العلم من سورة البقرة هو رأس العهد الإلهي ولا نحتاج إلى من يدعون العلم والحكمة الذاتية لأنهم خرصون وعلمهم وحكمتهم كلها تدمير لأنفسهم وللآخرين لأن علمهم مزيف وحكمتهم تخريب للمجتمع وليست توحيداً وهم مخادعون يصورون للناس حكمتهم كتوحيد وحرية وما هي إلا التفكك والضيع والعبودية فلنرى بعض الأمثلة المعاصرة على ذلك لنرى ما حدث عندما استهزأ الإنسان بحقيقة أصل الحياة ونسبها لما ما الطبيعة وما حدث عندما تخلى الإنسان عن متعة العلاقة مع الله واستبدلها بمتع أخرى فعندما فعل الإنسان ذلك تحققت الآية الكريمة حرفياً وقلنا أهبط بعضكم لبعض عدون فهبطت حياة الإنسان وانتشرت العدوات بين الناس وكثرت جرائم القتل في الأرض فانتشار جرائم القتل واستمتاع الناس بفنون القتل بدلاً من الاستمتاع بعلاقة نيرة مع الله يدل على البعد عن الله فعندما يبتعد الإنسان عن علاقة المحبة الحميمة والنيرة مع الله ويعتقد بقدرته الذاتية على هداية نفسه كما يحدث اليوم تنتشر ألعاب الحياة والموت فبدلاً من أن يستمتع الإنسان بمناجات وذكر ربه وعبادته يبدأ الإنسان بالاستمتاع بفنون وروايات القتل وتنتشر أفلام القتل وترى إقبال الناس بشوق وإثارة عليها فيقضون الليالي الطويلة بمشاهدتها والتعلم منها وتصبح مدارس ألعاب القتل صناعة متخصصة وفي الجانب الآخر يبرز الأبطال ممن ينقذون البشرية من القتل والدمار بوصفهم منقذ البشرية وتنتشر هذه الدوامة من الأفلام والإثارة ويبدأ الإنسان بنسب الفضل لنفسه وغروره في إنقاذ الحياة وإنقاذ الكوكب الأرضي وينسى الناس أن من ينقذ الحياة هو العلاقة النورانية مع الله فالمنقذ الحقيقي للحياة وهو الله أصبح منسياً ومكرهاً والمنقذ البشري أصبح بطلاً غرورياً منافساً لله فبدلاً من أن يعود الإنسان لمنقذ الحياة الواحد الأحد وهداه لكي يخرج من هذه الدوامة تراه يعود لنفسه ويتابع اللعب في دوامة الحياة والموت متخذاً منها متعة قلبية عظيمة في تغذية الغرور فالقاتل يغذي غروره في التفنن الاحترافي في القتل الشنيع ومنقذ الحياة يغذي غروره في تطوير تقنيات جديدة لكشف القتل ولا أحد يفكر في الدعوة لإله الحياة الذي إذا اهتدى الناس بهداه تنتشر المحبة ويختفي القتل ولا أحد يريد إرجاع الفضل لله بل للنفس فهذا ينفخ غرورها بنسب الفضل للنفس وليس لله فمن ينسب الفضل لنفسه يتابع الاستمتاع بهذه اللعبة لأن الاستمتاع بعلاقة مع الله ليس وارداً وإلا كيف سيستغني البطل عن متعته في لعبة الإنقاذ وعن غروره في فضل الإنقاذ وترى التحليلات التي تنسب حب القتل لتجربة درامية مر بها القاتل ولا أحد يريد أن يتحدث عن إحياء العلاقة مع الله ولمسة الله الحنونة لقلب الإنسان التي تقدر أن تغير حياة أعتى المجرمين لا تقاتن ورعين التعامل مع منبع الحياة والموت ممنوعة والفضل يرجع في آخر المطاف إلى إصلاحية أرضية وبعض السيكولوجيين وعقاقيرهم فبدلاً من أن نصلح سائق السيارة المتهور نصلح السيارة المعطوبة بحوادث السير ثم يعود السائق لقيادتها وعطبها من جديد ثم نعود لإصلاحها من جديد وهكذا مراراً وتكراراً لأن المطلوب هو استمرار المشكلة واستمرار تدفق المال لورشة التصليح بدلاً من أن نعالج الروح بنور ربها نعالج الجسد لأجل خدمة رأس المال وهذه هي التقدمية هكذا أصبحت مدارس الموت والقتل الشنيع منتشرة في الأرض كصناعة احترافية ومن يتصدى لها فهو المنقذ الاحترافي التكنولوجي الفائق الذكاء الذي يطبل ويزمر لدعايته الذاتية بأنه منقذ الحياة هكذا يستهزئ الله بحياتنا عندما نستهزئ بحقيقة منبع الحياة ورسل الحياة وهكذا عندما يغيب الله عن قلب الإنسان كسبب أول للحياة يقع الإنسان في دوامة الأوهام بمنقذ الحياة البشري وقاتل الحياة البشري من دون أي إشارة لله فلا أحد يعترف بشيطان يوسوس ولا إله منقذ ولا برسل الحياة أمثال محمد صلى الله عليه وسلم والمسيح عليه السلام وينتشر دعاة وقادة الحياة المزيفين فلنين يريد انقاذ البشر من شرور رأس المال والملكية الخاصة من دون الاعتراف بالله وقوانينه معتقدا بحكمته المادية الإلحادية فصنع منها سجنا عالميا للشعب الروسي وللوعي البشري ولنفسه وأصبح علمه وحكمته الذاتية معيقا فضيعا لتطور المجتمع البشري وللعلم الحقيقي الإلهي وهتلر اعتقد نفسه منقذا فأصبح مغرورا مدمرا وذاك يريد إنقاذ الأرض من نزك مدمر أما من أرسله الله لينقذ البشرية محمد صلى الله عليه وسلم فقد أصبح بنظر منقذ الحياة منافس غير مرغوب فيه وإرهابيا أيضا بدلا من أن يعود الإنسان لمنقذ الحياة ويدعو ليه يعود لنفسه مدعيا إنقاذ البشرية ثم ترى الإنسان يدافع عن حكمته الذاتية بشراسة في إنقاذ الحياة وانتقاد الله بوصفه عدوا لحياة الإنسان وكأن الله هو عدوه اللدود وهو في الحقيقة الإله الهادي المحب الودود الذي يحبنا ويحرص علينا أكثر مما تحبنا وتحرص علينا أمهاتنا وأفضاله علينا لا تعد ولا تحصى نبتعد عن الله ولا نكلف أنفسنا فهم وتطبيق آية واحدة في الشهر ونريد الأمن والسلام وعندما لا نجدهم ننهل بالملمات على الله وكأن الله هو المقصر ولسنا نحن لقد أصبح المنقذون كثيرين مثل تعدد الآلهة وكل منهم غارق في غرور إنقاذه للحياة أما المنقذ الحقيقي ورسول الرحمة والحياة والهداية محمد صلى الله عليه وسلم فليس مرغوبا فيه لأنه ينافس غرور المنقذين أصبح لدينا منقذون كثيرون للحياة ذوي فضل ذاتي على الناس ولله الحمد وأصنام غرورية كثيرة فلماذا لا نعود لله لإنقاذ الروح وإنقاذ الحياة لماذا لا نعود إلى جذور المشكلة وأصلها لماذا لا نعود لله هل سنتوقف عن الضحك على أنفسنا كمنقذين ونعود للمنقذ الحقيقي ولنرى مثالا على عاقبة الاستهزاء بالقوانين المالية لعهد الله وكيف يستهزئ الله بحياة المجتمع الذي يقبل بذلك فالاقتصاد المالي عندما يتم تأسيسه بناء على منح ديون ربوية كنقد فسوف تنتقل أموال الطبقة الوسطى للمرابين من خلال دورات الأزمات المالية المتعاقبة وينتهي الأمر بملكية المرابين المطلقة لرأس مال المجتمع كله وتموت حركة البيع والشراء ويصبح المودعون صفر اليدين في نهاية الأمر ومذلولين ومساكين وهذه هي أحد صور الذلة والمسكنة التي تتحدث عنها سورة البقرة وتتمثل بأن يتحول المجتمع إلى خادم لرأس المال بدلا من أن يكون رأس مال المجتمع خادما للمجتمع وبأن يصبح العلم خادما لرأس المال بدلا من أن يخدم رأس المال العلم هكذا يستهزئ الله بحياتنا الاقتصادية عندما نستهزئ بقوانينه المالية وإذ قال موسى لقومه إن لها يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارد ولا بكر عوان بين ذلك فافعل ما تؤمرون قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإن إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرثة مسلمة لا شيئة فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فادرأتم في هوال له مخرج ما كنتم تكتمون فقل نضربه ببعضها كذلك يحيي الله الموت ويريكم آياته لعلكم تعقلون عندما أتى أمر الله لموسى بضرب الحجر لم يرتاب موسى في تنفيذه لأن المقن مع الله يصدق الله من دون شك فموسى لم يقول أتريدني يا رب أن أضرب الحجر بالعصى والحجر أقوى هل ذلك ممكن هل ممكن الحصول على ينابيع الماء بهذه الطريقة والواضح أن الأمر أتى من الله وموسى المنفذ ولكن عندما يأتي الأمر اليقيني من الله عبر موسى ليأمر الأمة بتنفيذ أمر إحياء الأمة فسيوجد تأخير كبير في تنفيذ أمر الله وتتأخر عودة الحياة للأمة بقدر تأخرها في الوصول لليقين بتنفيذ أمر الله كما حدث في قصة البقرة فعندما يأمر الله قوم موسى بذلك ينتج تأخير كبير في عودة الحياة وبذلك نستنتج أن عودة الحياة للأمة الإسلامية تتأخر بمقدار تأخرها في اليقين بتنفيذ أوامر الله المجتمع يريد معرفة هوية القاتل لكن الله يريد شيئاً أبعد وأشمل من ذلك بكثير فالله ليس إله مصالح ضيقة بل إله منفعة ومحبة لكل البشر وهو يهتم بالكليات وليس بالجزئيات فهو يظهر آياته الكلية الشاملة لأجل أن يتعلم منها البشر علماً يوحد المجتمع البشرية الله يريد أن يرجع بالناس لمداوات علة القتل نفسها يريد استئصال أسباب القتل من المجتمع بنقل الأمة من الخداع إلى الصدق بنقل الأمة من الاستهزاء بعهد الله إلى الإفاء بعهد الله يريد الله أن يعالجها بصدمة تعيد ثقتها بالله يريد أن يربيها وينقلها من الشك لليقين يريد أن يأخذ بيدها روايداً روايداً لتعود إلى عهده يريد أن يدربها على تنفيذ أوامره لكي تكتسب الخبرة الحياتية اليقينية لذلك يأتي الأمر الإلهي إلى الأمة إن لها يأمركم أن تذبحوا بقرة وليس إلى موسى كان بإمكان الله أن يأمر موسى بذبح البقرة مباشرة وكان موسى سينفذ من دون أي ارتياب ولكن الله أراد تنفيذ أمره بيد الأمة نفسها وهذه هي طريقة التعليم الصحيحة بالممارسة العملية فماذا؟ يتعلم طالب مدرسة لو أن أستاذ المدرسة قام بحل المسألة وأعطاها للطالب هل يتعلم الطالب شيئاً؟ ماذا تتعلم أمة موسى أو أمة محمد صلى الله عليه وسلم لو أن الله حل المسائل الحياتية للأمة من دون أن تبذل الأمة أي جهد وأي حياة مملة يحيها الإنسان من دون عمل وخبرة العلم لا ينفصل عن بذل الجهد والخبرة التي يكتسبها الجهاز العصبي من أجل التعلم بذلك فقط يحافظ الإنسان على ما اكتسبه من العلم فالخطوة الأولى لكي يحيى الإنسان هي العلم ثم بذل الجهد ثم اكتساب الخبرة فيصبح فرداً ذو وظيفة نافعة لكن العلم يجب أن يكون منبعه المباشر الله تعالى مثل العلم الذي علمه الله للرسل وغايته المحبة والتوحيد والعلم الكام وراء قصص القرآن غايته التعلم من خبرات الرسل كيف تحيى الأمة المؤمنة بالله فالمطلوب عمله هو أن نتفكر في حكمة الله وراء كل قصة قرآنية لنتعلم من حكمة الله كيف نحيا ما هو سبب اعتقاد الأمة أن الأمر صادر من موسى السبب هو أن معاملات المجتمع قد غابت عن قلوبها رقابة الله إن غياب الله من قلوبها هو السبب الذي جعلها تخاطب نبيها بأنه هو الآمر وليس الله وبالأحرى لا يوجد إيمان بالله في قلوبها فالجميع قد أجاب بنفس الإجابة ما هو سبب اعتقاد الأمة بأن موسى يستهزئ بها لأن الأمة التي تنظر لعهد رسول الله بعين الاستهزاء تتلقى أوامر الله بنفس الظن فتعتقد أن ما يأمر به رسول الله ليس إلا استهزاء بعقلها لأن من يمارس الاستهزاء على غيره سيكون دوما حذرا من أن يستهزئ أحد به فالصادق يظن الصدق بالناس والكاذب يظن أن الناس كاذبين والماكر يظن أن الناس ماكرين إن الاعتقاد أن أمر الله استهزاء هو دليل واضح أن الأمة تؤمن بحكمتها الذاتية وتنظر لأوامر الله بأنها عديمة الحكمة وتعتبرها سخيفة لأنها لا تتفكر بحكمة الله في حياتها وتعاهد الشياطين في سرها عندما يعتقد الناس في قرارة نفوسهم أن عهد الله هو للحمقى والبسطاء والساذجين من الناس ثم يبعون إيمانهم وعهدهم مع الله للشيطان عندئذ سيعتقدون أن الشطارة والحياة تكمن في التحايل فتراهم ينصبون الفخاخ لغيرهم لأكل حقوقهم وكلما فشلت حيلة صنعوا حيلة جديدة وتتراكم خبراتهم الماكرة فيصبح أساتذة في الإجرام الخفي إن الحقيقة الواضحة في تلك المجتمعات تدل أنه كلما عاد الناس ربهم كلما اشتد عداؤهم لبعض ولكن كلما أحب الناس الله بصدق تقاربت قلوبهم فأحب بعضهم وإزدادت وحدتهم ومن يعتدي على عهد الله سيعتدي على غيره ومن يخادع الله سيحاول جاهدا خداع من حوله من الناس ليكسب عيشه بهذه الطريقة حتى تصبح طريقة حياته في مثل هذه المجتمعات تكثر جرائم القتل وهذه إحدى طرق استهزاء الله بمن يستهزئ بعهده وما أشبه البارحة باليوم فالعالم اليوم يستهزئ بقصة البقرة كما ظنت الأمة المستهزئة بعهد الله تماما فترى الناس يضعون صورة البقرة الضاحكة على القرآن معتبرينها قصة كوميدية من جهلهم بحقيقتها لكن الحقيقة التي لا يعلمونها هو أن قصة إحياء القتيل وموت البقرة لها علاقة وثيقة بالتزامن الشبكي وانهيار التزامن الشبكي وهو ما يعتبر من أهم المسائل المعاصرة لتطوير المجتمع البشري كما سنرى في الأجزاء التالية من قصة البقرة ترجمة نانسي قنقر